السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا تم الإعلان عنه قبل قليل الخبر يقول بعد اعتداء أمريكي على زوارقها في البحر الأحمر صنعاء تعلن مهاجمة ميرسك وتحمل واشنطن مسؤولية التصعيد وإلى التفاصيل أعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد عشر من منتسبيها وفقدان آخرين إثر اعتداء أمريكي على زوارقها في البحر الأحمر وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له اليوم الأحد إن زوارق القوات البحرية كانت تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي في منع مرور الصفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين عندما تعرضت للاعتداء الأمريكي وأكد سريع أن العدو الأمريكي يتحمل تبعات الجريمة وتداعياتها وأن تحركات العدو الأمريكي في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من أداء واجبه دعما ونصرة لفلسطين وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية على سفينة الحاويات ميرسيك هانغرو كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة وأوضح أن عملية الاستهداف لسفينة الحاويات جاءت بعد رفض ضاقمها لاستجابة لنداءات تحذيرية من القوات البحرية وأكد العميد سريع أن قوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرود السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وإنها حريصة على حركة المناحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي ونصح العميد سريع كافة الدول بعدم الإنجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في التسطي لأي عدوان ضد بلدها وشعبها هذا على سريع أبناء شعب اليمن وجميع الأحرار إلى أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد لخيارات كافة في مواجهة التصعيد الأمريكي الجديد أشكركم على حصر المتابعة والإصطاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا